اشتركوا في القناة تقول الروايات ان اي شخص يبيت ليلة في هذا الوادي يصبح شاعرا وادي عبقر هو احد اساطير العرب قبل الاسلام حيث كانوا يطلقون على كل من جاء بعلم جديد بكلمة عبقري ان ينسبونه الى هذا الوادي العجيب يقع وادي عقر في شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في بلاد اليمن في حدودها الشرقية مع سلطنة عمان حيث ان الوادي يقع اسفل الجبل ويحكى ان هذا الوادي قد سكنه الجن قبل الانسي وسمي بوادي عبقر نسبة الى عبقر كبير الجن وارتبط هذا الوادي بالشعر قديما حيث ان كل ما يذهب اليه يخرج شاعرا حتى قيل قديما ان هذا الوادي يسكنه شعراء الجن فاقترن باسمه شعراء مثل امرأ القيس وعنترة بن شداد فالعرب قديما يعتقدون ان الفصاحة والنبوغة في الشعر للشعراء العرب كان اصلها من شعراء الجن الذين كانوا يلقنونهم الشعر وانهم تعلموا منهم اثناء الترحال وحديثا تناوله امير الشعراء احمد شوقي في المنظر الاول من الفصل الرابع بمسرحيته مجنون ليلة حيث وصل قيس الى هذا الوادي بعد ان هام على وجهه فالصحراء واذا كنت تنتوي زيارة هذا الوادي العجيب فلن تعود من هناك بملكة استثنائية من الشعر انها فقط من اساطير العرب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس